طيب أنا أروح مع حضرتك يا دكتور السؤال أعتقد هو الأبرز ساعات بنسمع أنه أنت كويسة وهو كويس أو زوج كويس وزوجة كويسة نقومش أي سبب لتأخر الإنجاب ده بعد سنة يعني لو هما استنينا استنينا لسنة طيب نعرف يعني إيه السبب أو طالما أنا كويسة وهو كويس السبب بتأخر الإنجاب من إيه؟ الحياة المجموعة دي من الناس بتمثل 15% من الناس يعني ده سبب يعني نسبة مش إليلة وبنسميهم عندنا اللي هو تأخر إنجاب غير معروف السبب أو بالإنجليزي بتبقى عاملين كل الفحصات للسيدة في طبويض كويس أعملنا تشك على الأنابيب ما فيهاش إنسداد ولا أي حاجة بالنسبة للزوج باره التحليل السائل منهم بتاعه ده مش معروف سببه ودول بقى على حسب بقى أن احنا طبعا عدة سنين كتيرة بتبقى أكتر من سنة و سنتين فدول بيلجاءوا دول ما فيش حل تاني يديهم غير الحق المجهري أو إنهم يصبوروا ممكن تيجي على مدار اللي هو الفترة متابعات التبويض وتخطيط العلاقات الزوجية في أيام التبويض وده كده بتعجل أو بتحسن من فرص الحمل طبعا حاسين إن العمر برضو بيمشي و بيجري طبعا بيهم فبيلجاءوا الحق المجهري يعني لكن الطب ما توصلش بنسبة 100% لكل الأسباب الفئة اللي حضرتك بتتكلمي عنها ديته فئة كبيرة يعني حضرتك بتقول 25% يعني فئة كبيرة جدا طبعا مكتوبة في الكتب مكتوبة في الطب وانكس بليند انفرتلي طيب هروح مع حضرتك ونتكلم عن أبرز وأحدى سترق العلاج وإمتى الحالة تحتاج لتدخل جراحي الحقيقة احنا مفروض إن احنا طبعا بداية احنا بنقعد معنا الزوجين وبنسمع منهم الهيستر كويس يعني قعدت الزوجين مهمة جدا الزوج والزوجة مع الدكتور احنا بداية من جوازهم انتظام العلاقات الزوجية معهم قد ايه اتجوزوا ليهم قد ايه سبق لهم الإنجاب قبل كده زي الأخت اللي كان بتسأل لأن احنا عندنا فيه أولي يعني تجوزوا ما حصلش حمل أو سانوي إنه حصل قبل كده حمل مرة واثنين ومش عارفين كم فدي كلها لها أسباب طبعا اللي هو الأولي بنامين إلى الحاجات اللي هي الوراثية أكتر أو العبو الخلقية أكتر مش هيبقى فيه مثلا نرحم بتشوه أو مبيض بتشوه جاب وما جابش بعد كده لأ مش هيجيب من الأول فاحنا طبعا على حسب الهيستوري اللي احنا بناخده من العيان والزوج والزوجة مهم جدا أن احنا بنوصل بنحاول نوصل للأسباب اللي هي مأخرة الحمل وطبعا من ضمن الحاجات احنا بنقوم طبعا أهم ثلاث حاجات إنه تحليل سائل زوج لسائل منوي متابعة الطبويد متابعة الطبويد دي عن طريق إن احنا بنشوف الهرمونات أو خريطة الهرمونات في جسم السيدة ودي بتشمل حاجات زي الـ FSH الـ LH اللي هو دي الهرمونات اللي بتتحكم من الغدة النخامية في المبيض لازم نشوف لني خلل فيها وبالمناسبة في نسبة من السيدات بنوصل لمرحلة إن المبيض توقف عن نشاطه في سن بدري يعني مفروض مثلا زي الطبيعي النشاط المبيض بيبقى لغاية سن 45 سنة بنفاجأ إنه هو على سن 30 على سن أواخر العشرين 35 وإني ده بنكتشفه عن طريق اللي هو الهرمونات وتحاليل الهرمونات اللي بنعملها للسيدة